السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هلنا ان شاء الله نتكلموا على معرفة النباتات المدرة بالنسبة للأرانيب يعني كنا مشي في اللاحة ما يمكنش اننا تكون عندنا وحد الخبرة فهذا فهذا المجال هذا يعني احنا عندنا الارانيب درنا لهم الدوا يعني ديال تسمم المعاوي واني حضرت عليه في حلقات سابقة هي بارينول دابا جينا اننا غادي مقاونا نعطيه الارانيب ديالنا النباتات الخضراء باش غادي نعرفوا شنه هي النباتات الخضراء اللي ممكن انها تضر يعني القناة ديالنا الارانيب وشنه هي اللي ممكن اتفيدهم يا كما كتشوفوا معايا انا عندي شوية خبرة يعني في النباتات اه بحال هاد هاد النبات هاده هو يعني هاده هو الفوق ديال الخيزو يعني كنحيدو الخيزو من هنا هكا وكي بقنا هاد هاد العرش هاده هاده هو هاده كيموتوا عليه الارانيب كيبريوه بزاف يعني كين الباربا يعني كنقولكم هادشي في هاد الصيف هاد في هاد الفصل هاده عفوا كتكون موجودة هاده هاد الحواجه دول لان هذا الباربا يعني كتشريو يعني الخضر هاد هاد الفروع ديالها او الاغصان ديالها ممكن انكم تستفدوا منها الارانيب ديالكم هاد الباربا اه هاد معروف راكم عارفينو اسموه هاد الخص هو اه هاد اللفت يعني اللفت كيكون هنا كنحيدو وكي تكسبقنا هاد هاد الجزء هاد مهم هادشي كلشي انا نافع مئة بالمئة لي الارانيب ولكن كيفاش غالين عرفوا اشنا هو يعني الحواج لكتضرهم يعني هاد خودوها مني تجريبة يعني اي حاجة ممكن انها تضرهم هي كتكون في الريحة ديالها حارة يعني بها الطريقة كنتشدوها كمثلا اكا كتقرضو واحد جزء هكا وكتقربو الانف ديالكم وكتشمو اسمو غالي تلقاو اتلقاو الحرورة يعني اي حاجة حارة اراها كتقد قد 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 ق يقتلهم نهائيا كين الخرشف الخرشف كذلك او عندي واحد شوية هنايا عفون ها هو هاد الخرشف تا هو كيقتل الآن ولكن الخرشف بالطبيعة دياله راكم عارفين الماداق دياله الماداق ديال الخرشف انه كيكون يعني حار اني كتقرضو هاكا وتا الماداق دياله راكم عارفين الخرشف ماداق دياله كيفاش تدير هادا كيقتل الآن عموما اذا بغيتوا تعرفوا شنه هو الحويج اللي كيقتلوا بالآنين يعني في النباتات الخضراء يسانوا بالحاسة ديالكم ديال الشم يعني كتقرضو الحاجر هاكا هاكا تقرضوها وتشموها عرفوا هاداك هاداك النباتة ما صالحش ما صالحش للآنين بديالكم عاوتيني كيفية اعطاء هادا 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 الاشياء هادي مباشرة تكون ساردة مثلا بحال هادي كتكون كتكون في الكوزينة وكتقرضو تغسلوهم هاكا كتشوفو هادا مصالحش مثلا كتتحيدوها كتقولو صافي هادا نخليها الأرانين ما تكون ساردة ساردة وتعطيهوها الأرانين ديالو يعني مبلالة لا حطوها واحد المدة بحادة بهاديرها من البارح وهي احطوها شوف راني دايرها في واحد الشبكة باش داك الماء كله اللي كان فيها يستقطر لاحظوا ان هادا باق ناشفة ناشفة للغاية هانتو ما هادا هادا يعني الخرشوف غادي نحاول انني نتخلص منه باش ما يعطيهوش الصغار ديالي يعني الانانيب دا أنا غادي نعطيه كما كتشوفوا معها غادي نعطيه الأرنب غادي هادا الصغار كيبغيو بزاف الخص بزاف كيبغيوه انتو ما يعني هادا 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 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال بالنسبة للخصوبة عالية بالنسبة للدوكور بالنسبة للنباتات الباربا بالنسبة للجميع الأعمار المهمة مهمة بزب الغياء لا تعطيوش الارانيب للكم هاد الحويج هادو وانتو مبقي مادرتو لهمش يعني الدواء اللي كتسبقت تكلمتلكم عليه كان الدواء اللي هو عبارة عن سيرو هاداك تا ام باي تيغي اس يعني تا ام باي شرطة اس هادك الدواء هاداك الدواء منين كيكون المشكل يعني لقيتو باللي كين تسمومات في القاطع ديالكم تسمومات معاوية ممكن انكم تديرو هاداك الدواء وممكن انكم تديروه هاداك الدواء بالنسبة للصغار يعني يالله تفتموا هاداك صالح للصغار يالله تفتموا اما بالنسبة للتحصين ايببارينول يعني بدية باش ايببارينول يعني تكلمت عليها في حلقة سابقة وراء دواء فعال انا مش كندير اشهار شي شاركة ولا ولكن انا كنشوف تجربة ديالي دواء بعشرة دراهم ممكن انكم تعطيوه الانانب ديالكم يعني النباتات الخضراء بكل سهولة وخشور ديال ديال الخضار كذلك الاقتصاد وفي نفس الوقت يعني هي مفيدة للجسم ديال الانانب ديالكم اذا الحلقة ديال النهار نهار هي عبارة عن كيفية معرفة هاد القشور هادي عفوا النباتات اللي كتكون لاثقة في بعض الخضروات كيفاش نعرفو هانتوما هاديرا فالتا كيفاش غادي نعرفو واش موديرا هاديرا فالتا هاديرا خرشف هاديرا غادي تقادي يعني ماشي كتهزو هاكا وتعطيوهم بلا قلبو مزيان هاية هادي تهي هاديرا خرشف هاديرا نتاك نقلبو مزيان يعني را مولين الضار اعطوني هادشي ولكن غادي نحاول انني كل شي نستفو بيدي ما نعطيوهم شو هاديرا هاديرا خرشف هاديرا موديرا كيفاش نعرفو ان هاديرا موديرا وانا ماشي موديرا غادي قل دوها هكا اي نبات قل دو هكا وشموه يلقيتو فيه الحرورة را كي ادي انا لقيتوه حلو يعني ما فيش الريحة اللي موديرا را هادك را مئة في المئة را صالح كي نقادية وحدة وهو القصبر القصبر راه كيقتل انني بحتهو حاول القصبر ما تعطيوهمش المعدنوس ماشي مشكي المعدنوس مزيان ومشي غي مزيان وصالح مئة بالمئة للأمهات لي الله وردو لانه كي ساعدها لدر الحليب يعطي الحليب واحد يعني سعطيوهم في النهار اللي مني كي ولدو را كي ولي عندهم الحليب حالي را كم عطيتوهم التفاف التفاف را حاجة اخرى ذاك را كي ساعد الام بزاف وتم الى مرقيتوش التفاف ممكن انكم تستعنو بالمعدنوس المعدنوس تهوم زيان ولكن بالنسبة يعني عموما كيفاش تعطيو الأرانيب ديالكم هاد النباتات اللي كتكون لاصقاء مع الخضار من الرائحة منين تكون الرائحة حارة هادك را كي قادي منين تكون حلوة اراهم زيان ولكن انتو ما ما تحاولوش تكترون من هذا لحده بأن انا كنا عطيتهم في كمية خفيفة الآن تكون ناشفة هنتو ما را ناشفة هادكة وما تكون شلاوية كانت بقية عادة قرية ولكننص الوقت معطيهم شي كمية كبيرة يعني كن نعطيهم القبز جاف السيكاليم اذrine شعير التفاف ها لكي اللي عندكم ولكن باش تطيهم كميه هكو اعطيهم شي حاجة على قد المعدة ديانه ولكنتو مداوينهم بايبا غينول هاداكرا حاجة اخرى هاداكرا كتبقات اعطيهم ومكي اديهم ولو ان شاء الله يعني بجهد الله ان شاء الله اه الحلقة دياننا رغى سهلات كنشكلكم على التعاليق طيبة ديالكم الناس اللي مازال مشاركوش معنا يشاركو معنا قناة غاديا بالدعم ديالكم تكيولا زر جيم ما تنسوناش بجير جيم وتكيولا زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة